السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم ربي بالخيرات والمسارات ومرحبا بكم فيها مسات أحبتي الليلة 24 رمضان يعني مضى من رمضان 23 يوما والليلة 24 يدخل اليوم 24 مضت سريعا 24 يوما مضت من رمضان مضت سريعا هكذا هي الأيام الجميلة تمر سريعا حملناها بما أودعناها من أعمال نرجو لها القبول وهمستي ولا حبة لمن لمن قصر فيما مضى من رمضان أقول له أبشر فأنت تتعامل مع الرحيم تتعامل مع الكريم جل وعلا يا غالي يا مباركة هذه الأيام متبقية فيها من الفضل العظيم ما يجعلك تجتهد فيما تبقى أولا ليلة القدر قد تكون فيما تبقى لا زالت أمامك قد تكون لا زالت أمامك هذه الليلة التي خير من ألف شهر والليلة التي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فلعلها لا زالت أمامك الأمر الثاني أنه أن لله عز وجل في كل يوم عتقاء من النار وذلك كل ليلة كل ليلة عتقاء من النار فأمامك خمس أو ست ليال تجتهد أن تعتق رقبتك من النار قدامك خمس بحطات لعدق الرقبة الليلة أو بعد ست ليالي فلا تفرط الأمر الثالث وهو الأجمل والأعجب ورد في الحديث الشريف أن الله عز وجل في كل يوم يزين جنته ويقول لها يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك ويغفر لهم في آخر ليلة قال الصحابة يا رسول الله أهي ليلة القدر قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ولكن العامل يوفى أجره إذا انقضى عمله أو انقضى من عمله أو انتهى عمله الله أكبر تأملت عبد الله والله لو لم يتبقى إلا ليلة من رمضان واجتهدت فيها وأخلصت وانطرحت وتبت وعدت وجأرت إلى ربك بتقصيرك وتسويفك فابشر بالخير العظيم في هذه الليلة الأخيرة هذا هو الله جل جلاله الرحمن الرحيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر